كنا نتكلم دلوقتي من شوية على مسألات أسعار الدواجن والأزمة اللي كانت حصلة فيها والطرح الخاص بوزارة الزراع مع دكتور محمد القرش وكنا نتكلم كمان عن معارض أهلا رمضان اللي بالفعل اشتغلت من أول يناير واستقبلت الناس ويعني شغالة فيه كل محافظات الجمهورية علشان يتم توفير السلع ونتكلم عن جودة ونتكلم عن أسعار مخفضة عن مثلتها بالأسواق خليني كمان أقول لحضراتكم أنه وزارة التموين مع معارض أهلا رمضان بتفتتح منافذ المجمعات الاستهلاكية النهاردة في محافظات الوجه الإبلي وبيتم صرف السلع التموينية للناس اللي عندها بطاقات ودفع الستة كمان من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها ده بيجي كمان مع توجيه الدكتور علي المسلح وزير التموين والتجارة الداخلية لمدريات التموين بأنه يتم نشر معارض أهلا رمضان في المراكز والنجوع والقرى وده كمان مع المنافذ المتنقلة وجمعيتي بكل الأماكن اللي بتبتعد بالفعل عن المجمعات الاستهلاكية علشان الناس تقدر انها توفي احتياجاتها وتشتري اللي هي عايزها من خلال معارض أهلا رمضان التخفيضات اللي حتكون في المعرض حتوصل لـ 30% الوزارة الحقيقة حريصة على مسألة توافر السلع لأنه ده اللي بينعكس على الأسعار تكون موجودة بشكل كبير تكون موجودة بجودة كبيرة علشان نخفف عن الناس واحنا داخلين على شهر الكريم خلاص منتكلم على يمكن 32 يوم كل سنة وحضراتكم بخير وده بالتأكيد تنفيذ لتوجيهات سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي بمسألة توفير كل المنتجات الغذائية طول الوقت وانه يكون عندنا مغزون استراتيجي آمن من كافة السلع الأساسي الحقيقة انه احنا ان شاء الله داخلين على رمضان احنا يعني كمصريين نحب اللمة ونحب لمة رمضان ونحب لمة العيلة في رمضان وابتدت الناس من دلوقتي تتكلم على العزمات وإيه اللي هيحصل لكن الحقيقة انه الازمة الاقتصادية العالمية ما بقتش سايبة الرفاهية اللي احنا متعودين عليها في مسألة العزمات بكل المستويات يعني كانت القسر بتعزم بعض وتتلم والحقيقة انه انا بس عايز اقول لحضراتكم مش ما نعملش عزمات نعمل لكن الفكرة وده كلمي هنا لستات البيوت في الاقتصاد في الانواع اللي موجودة على الصفرة لانه ما فيش بيت واحد يستحمل دلوقتي الموائد الكبيرة اللي بنعملها ومش بس كده القيمة الحقيقة في لمتنا مع بعض القيمة في انه الاحفاد يتقابلوا والاطفال يتبستوا في لمة رمضان القيمة مش في اكلة العيلة القيمة في لمة العيلة لازم واحنا داخلين ان شاء الله الشهر الكريم نكون عندنا شوية احساز الرجل اللي يعني بيشتغل وبالتأكيد في بيوت كتيرة ستات كمان بتشتغل وبتساعد في مصاريف البيت لازم نكون اقتصاديين شوية لانه اللي جاي ما هواش سهل على العالم كله مش بس مصر ان شاء الله في هذا الشهر الكريم كمان كل اللي يقدر انه يعمل هذه الموائد الكبيرة اعتقد انه هيكسب كتير جدا 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 ثواب وتكافل اجتماعي لو هذه الموائد توزعت على بيوت كتير ممكن بسبب الازمة الاقتصادية تكون موائدهم فارغة في رمضان فيعني هذا النوع من التكافل الاجتماعي وانحنا نساعد بعض هيفرحنا اكتر وهيحسسنا بالشهر الكريم اكتر فيعني لو كلنا نحط دفع اعتباراتنا واحنا داخلين شهر رمضان زي ما احنا طول الوقت بنتكلم عن دور الدولة فانها تدعم المنتجات الغذائية توفر هذه المنتجات الغذائية بجودة باسعار مقبولة بالنسبة للناس احنا كمان كافراد سلوكنا الاستهلاكي لازم يتغير لانه العالم كله حوالينا بيتغير الازمة الاقتصادية العالمية ما سابتش حد ما سابتش دولة ما اثرتش عليها واعتقد حضراتكم بتتبعوا الاخبار في كل الاماكن الدول الاوروبية والعواصم الاوروبية عندها ازمات غذاء وطاقة زيها زي اي دولة تاني فاحنا مش بعيد عن هذه الازمة فلو سلوكنا الاستهلاكي يتغير شوية بالتأكيد هيكون عامل مساعد مع كل ما تقوم به الدولة لاستيعاب هذه الازمة الاقتصادية